موسيقى معرض انفسر من اهم المعارض اللي بتقام لانه الاول مرة يقام معرض على ارض العاصمة الادرية جوه فندق الماسة تحديدا فكل العارضين وكل المهتمين بالمجال العقاري تحديدا ومجال استثمار في مجال العاصمة الادرية هيكون موجود النهاردة موسيقى احنا راديكس ديفولوفمنت احدى شركات مجموعة موفق القبضة مجموعة موفق القبضة اصلها في المملكة العربية السعودية من 65 سنة بتعمل في مجال التطوير العقاري والانفراستركشور في المملكة وبدأت النشاط في مصر سنة 2018 تحديدا في منطقة القاهرة الجديدة كان لنا سابق الدخول في سنة 2021 في منطقة العاصمة الادرية تحديدا نقدر نقول ان احنا اول ديفولوفر هيبقى موجود في منطقة الداونتاون هو специالاست في مجال الفساليتي ماناجمنت احنا خبرتنا في مجال الفساليتي ماناجمنت في المملكة العربية السعودية والبحرين في مجال الفساليتي ماناجمنت خبرة واسعة فنحاول ننقل التجربة اللي احنا عملناها في المملكة لجمهوريات مصر العربية وما فيش أحسن من العصمة الإدارية فهي اللي تكون أرض خاصة لمشاريع هدفها أعتقد أنه واحد من أكبر المشاريع المتخصصة في البنية التحتية في مصر وبما أن الحكومة المصرية بالكامل ستنتهي إلى العاصمة الإدارية الجديدة فمن المهم أن تنتقل المنظومة كاملة أن تخطو خطاها وأتصور أنها فرصة ممتازة للمستثمرين ونحن كممثلين للمجتمع الدبلوماسي نفكر في الاستثمار هنا وأيضاً إمكانية أن ننتقل هنا أيضاً إنها فكرة من الممكن تنفيذها على المدى الطويل ولكن مهم التفكير فيها من الآن وأعتقد أنه معرض رائع بالنسبة لنا إنها فرصة عظيمة أن نلقي نظرة على تطور العاصمة الإدارية الجديدة وكنا متشوقين كثيراً لرؤيتها ونفكر فعلياً بالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة كما ستنتقل الحكومة المصرية ومن المهم بالفعل رؤية الاستثمار والإعمار الذي يجرى هناك حتى الآن وبالطبع من المهم جداً مشاركة القطاع الخاص في هذه الفعاليات مثل ما تفعل مصر ونحن في الأمم المتحدة دائماً ما نفكر في ذلك وهو أيضاً فرصة جيدة للتأكيد على التنمية المستدامة وأتمنى أن يأخذنا هذا في النهاية إلى عاصمة مصرية صديقة للبيئة شكراً لكم